سورة الكوثر كوثر سورة سيسة إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوثر بِسْ سَنَى كَوْسَرِي بَرْدِكِ أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير يعني يجاء الله نبي صلى الله عليه وسلم خير الكثير الكوثر ليس فقط النهر الذي في الجنة لا الكوثر هو الخير الكثير يشمل النهر وغير النهر yani buradaki kevser kelimesi sadece cennetteki bu nehir anlamında kullanılmıyor bu çokça hayır anlamına gelen bir kelimedir وَالْفَضَائِلَ الَّتِي تَثْبُتْ لِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم يَكُونْ بِهَا فَضْلِ لِأُمَّةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم için ispat edilen bu fazilet ümmeti için de umumidir مقابل هذا العطاء الخير الكثير ماذا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم يجب علي أن يشكر هذه النعمة فَصَلِّ لِرَبِّكَ أي اجعل أعمالك البدنية ومن أعظمها الصلاة لله سبحانه وتعالى واجعل أعمالك المالية ومن أعظمها الذبح لله سبحانه وتعالى ومالي olarak yaptığın bu ibadetlerin ve bunlardan en büyüğü de Allah için kurban kesmek bunu da sırf Allah için yap Allah'tan başkası için değil إِنَّ شَانِئَكَ أي مُبْغِضَكَ ومن ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم أو يَسُبَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَا نَبِي صلى الله عليه وسلم يَسُوَ الْأَبْتَقَ اَلَّذِي قُطِعَ لَهُ عُضُوُ اَلَّذِي قُطِعَ لَهُ عُضُوُ لَمْ يَاِنتَفِعْ بِهَذَا الْعُضُوُ فَكُلْ مَنْ أَبْغَضَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَنْقَطِعُ ذِكْرَهُ مِنَ الْخَيْرِ نَبِي صلى الله عليه وسلم kim besleyin herkesin sonunda zikir kesilecektir anılmayacaktır unutulacaktır وَكُلْ مَنْ أَحَبَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَبْقَ ذِكْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَبِي صلى الله عليه وسلم سَبَمْ بِرْكِمْسَ إِسَا قِيَامَتِ gününe kadar onun zikri الْإِمَابُ حَنِيفَ رَحِمُهُ اللَّهِ ذِكْرَ الْأَئِمَّ وَالْتَّرَحْحُمْ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ bugünümüze kadar Allah onlara rahmet etsin Allah onlarından razı olsun diyoruz أَبُ لَهَبْ أَبُ جَهْل مَنْ عَادَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا يَبْقَ لَهُ ذِكْرِ إِلَّا الذِّكْرَ السِّيءِ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَبُ لَهَبْ وَأَبُ جَهَل وَأَبُ لَهَبْ وَأَبُ جَهَل نَبِي صلى الله عليه وسلم دشمنlık besleyen kimseler نفسه kıyamet gününe kadar zikri sönüktür hep arzama fakir bir şekilde anılmacaktır لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم neyi için söylüyoruz من يعلم kim söylüyor لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب به لله سبحانه وتعالى الذي ليس في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفر كفر أكبر نبي صلى الله عليه وسلم karşı kalbinde محبت beslenmeyen bir kimse hiçbir şekilde محبت beslenmeyen bir kimse kafirdir لكن لابد أن نتوسط بهذه المحبة ancak bu محبت konusunda نبي صلى الله عليه وسلم karşılık بيزم السبgi حسوسunda orta yolla olmamız gerekiyor لا يمكن أن نجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم مثل محبة الله سبحانه وتعالى ومن بي örneği نبي صلى الله عليه وسلم يجب الله سبحانه وتعالى لابد أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من كل مخلوق نبي صلى الله عليه وسلم bizim kalbimizdeki yeri tüm mahlukattan daha da üstündür hepsinden daha çok severiz أحب إلينا من أولادنا من والدين من الناس أجمعين تُم إلينا من أجمعين تُم إلينا من أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم كُلْ خَيْرِ يَلْحَقْ هَذِهِ الْأُمَّ سَبَبُ مَنْ bu ümmete gelen her hayırın sebebi müsebbebi kimdir sebepه النبي صلى الله عليه وسلم yine sebep olan نبي محمد صلى الله عليه وسلم insanları محمد نبي صلى الله عليه وسلم لَنُّ بَذَلْ غَيَةَ الْجُهُدْ في تَبْلِق هذا الدين أوضي عوضي طوري لم يؤذى في الله أحد كما أوضي النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم الله yolunda en büyük cihadı yapmıştır sırf bu dini bize tebliğ etsin bu yolda eziyet görmüştür bu yolda düşmanlığa uğramıştır إذن هذه الاسباب التي توجب علينا محبة النبي صلى الله عليه وسلم bu نبي صلى الله عليه وسلم için sevmemizi gerektiren vajib olan sebep yalnız bukaç tane كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وقدمات peki النبي صلى الله عليه وسلم öldükten sonra onun sevgiyi nasıl iddia edebiliriz محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت تكون بتعلما السنة نبي صلى الله عليه وسلم vifat ettikten sonra onun sevmemizin alameti onun sünnetini öğrenmemizdir نتعلم السنة öncelikle sünneti öğreniriz ونعمل بها onunla amel ederiz نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ماعطان الله سبحانه وتعالى من قوة تن gücümüzle نبي صلى الله عليه وسلم sünnetine sarılırız نعمل بها onunla amel ederiz ندعو إلى sünnet النبي صلى الله عليه وسلم sonra bu sünnete insanlara çağırırız davet ederiz نذب عن sünnet النبي صلى الله عليه وسلم ندافع عنها نبي صلى الله عليه وسلم sünnetine gelen şeylere karşılık yani savaştırırız insanları إذا صنعنا هذا كان لنا الذكر والثناء الحسن إلى يوم القيام إذا هل نعم